بسم الله الرحمن رحيم في فيديو النرض عن ازاي تحزف الرسالة من الطرفين في برنامج المسنجر بندخل هنا في المسنجر بعدين بندخل على اي شات مثلا بندخل على ده احنا مثلا هنا عايزين نحزف الرسالة من الطرفين بتدوس هنا ضغطة طويلة بعدين هنا بتدوس على المزيد وبعدين كلمة الزالة اللي هدي هتلا عندك هنا الغال الرسال وكمان الزالة لديك بتدوس هنا على الغال الرسال كده انت مسحت الرسالة من الطرفين في المسنجر وحتى لو الرسالة قديمة تطلع كده نجرب نمسح دي مثلا هتظهر برضو معي الغل الرسال لكن لو عايز تحذف كل الرسال في المسانجر من عندك ومن عنده بنرجع وراء مثلا بعدين هنا بندوس ضغطة طويلة عندك هنا كلمة حسف انه مش بيظهر عندي ان انا احذفها من الطرفين وده معناه ان المسانجر لسه مش مفعل الطريقة دي يعني مش هينفع تحذف المحادسة كلها من الطرفين ولا ينفع انك تحذفها بس من عندك وما فيش اي طريقة رسمية وغير رسمية علشان تحذف المحادسة كاملة من الطرفين في المسانجر الطريقة الوحيدة انك بتحذف كل الرسالة لوحدها ياريت لعجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقية الفيديوهات